يعني عليها فوائد صلوات قديمة لكنها قالت إنها تحب السنن ولا تستطيع ترك السنن ولكنها لا تستطيع أن تصلي الفريضة والسنن وتصلي الفوائد وهي لا تستطيع ترك السنن فهل تجزئها السنن عن هذه الصلوات الفائتة شيخ الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مسألة مبنية على من ترك صلوات متعمدة فهل عليه أن يقضي هذه الصلوات أم يكثر من النوافل مسألة خلافية بين أهل العلم وإن كان الجمهور على القضاء أن يقضي ما عليه من فوائد فهي هنا تقول إذا قضت ما عليها لا تستطيع أن تصلي النوافل وإذا صلت النوافل لا تستطيع أن تقضي ما عليها فأختار لها أن تقضي ما عليها فدين الله أحق بالقضاء صلى الله عليه شكرا للمشاهدة